سجلت وزارة الصحة العراقية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات بفايروس كورونا وصلت إلى 2848 بينما سجلت أيضا أعلى نسبة شفاء وهي تجاوزت 1848 حالة بينما تراجعت بشكل ملحوظ حالات الوفاة فبعد أن كانت تتجاوز المئة في الأيام الماضية أصبحت حالات الوفاة ما يقارب بين 70 إلى 80 حالة حيث سجل يوم أمس ما يقارب 78 حالة وفاة وزير الصحة تحدث عن العجز المالي والدعم المالي المقدم من قبل الحكومة العراقية إلى خلية الأجمة وإلى وزارة الصحة حيث أكد أن ما يقارب 43 مليار دينار عراقي أي ما يقارب 40 مليون دولار تقريبا قدمت كمساعدات من شركات ومن مؤسسات خيرية إلى العراق ولم إلى الآن لم تقدم الدولة أي مساعدات واضحة وملموسة سواء من الحكومة المركزية أو من وزارة المالية وتحدث وزير الصحة الدكتور حسن التميمي أن الوزارة تحتاج إلى ما يقارب 300 مليار دينار عراقي لمكافحة هذه الأزمة خصوصا أن الوزارة بدأت تفقد الكثير من كوادرها الصحية بسبب انتشار هذا الفايروس وأغلبهم هم ملامسين في الغرف والعزل الخاصة بالحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا سجل البرلمان العراقي أول حالة وفاة لنائبة عراقية عن تحالف القوى العراقية والنائبة عن محافظة ديالة الدكتورة غيداء كنبش والتي تجهل منصب رئيسة لجنة التربية والتعليم النيابية حيث وافاها الأجل بسبب مضاعفات فايروس كورونا وأنها كانت تعاني منضيق واضح في التنفس رغما أنها هي زوجة لرئيس ديوان الوقف السني وكالتنا الدكتور سعد كنبش وبهذه الحالة تسجل أول حالة وفاة لأعضاء البرلمان العراقي حيث أن الجلسات أغلبها مؤجلة إلى الآن بسبب انتشار هذا الفايروس وهذا المرض وهناك الكثير من القوانين التشريعية معطلة بسبب عدم انعقادة الجلسات للحد من انتشار هذا الفايروس وحيث أعلن السيد رئيس مجلس النواب العراقية محمد الحلبوسي عن أن هناك أكثر من عشرين نائب مصابهم وعوائلهم بفايروس كورونا البعض أعلن عنهم والبعض لم يعلن إلى الآن وأن هناك أكثر من 28 موظف في البرلمان العراقي أيضا مصاب بفايروس كورونا لهذا تم تعطيل الجلسات بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر